يعني طبعاً ما يفعش تكون من نتكلم عن حصاد كرة قدم العالمية من غير ما يكون بداية كلامنا كاس العالم أكيد أكيد فلخصنا كده كاس العالم في رأيي كنتي كان عاملت زي النسخة أفضل ختام لعام 2022 بجد كان أحلى نسخة كاس عالم تابعناها خلال الفترات الأخيرة ليه؟ اشمعنا في رأيك اشمعنا عشان مفاجأتها كانت كتيرة وكان غير متوقع وأداء يعني أغلب المنتخبات كان أداءها كان قوي جداً شفنا نجوم كتير جداً شفنا أهداف مثيرة جداً شفنا لسه نجوم صغيرين لا سابوا بصمة قصاد كل العالم الأحلى والأحلى كانت تتويج الأرجنتين طبعاً ورفع ميسي الكاس العالم صراحة كان نفسي من بداية البطولة إن كان يبقى الختام للأرجنتين وإن ميسي هو اللي يرفع إنه هو يرفع كاس العالم رونالدو ما روش نفسي يختب مشواره هو بالكامل للأسف حظوظ رونالدو أو يعني عايز أقولك إيه ما كانتش ماشية معاه ما كانتش ماشية معاه خالص من قبل كمان من قبل ما ينضم المنتخب البرتغال يعني بالعكس كان يعني اللي حصل معي مع يونايتد خلى الناس كتير تفكر أو تتوقع إن رونالدو أو أداء رونالدو مع منتخب البرتغال هيبقى مختلف تماماً بل بالعكس بقى هو هيرد على كل المنتقدين هيرد على كل الناس اللي شككت فيه أو انتقدت حتى تتعامله سواء مع مدربه إيريك تنهاج أو في غرفة ملابس منشستر يونايتد لكن للأسف هي ما مشيتش مع البرتغال في البطولة خالص طبعاً كان الطرف التاني كان المغرب فكانت الفرحة بالنسبة لنا كانت أكبر طبعاً لها تكلامنا بطبعات الحالة خلي بالك المغرب فرضة نفسها خرص في أي حوار حاول كاس العالم لازم نستشفر بها حياة وبالإنجاز الكبير اللي عملته وبالمجهود الكبير اللي عملته وبقلبها الموازين يعني هي قلبة الترابيزة على موروسات عربية وأفريقية إن احنا ما نضارش إن احنا ما نعرفش حاجات زي كده فلا هم رحية أثبتوا وبشكل عملي العكس بزبط